تتفاقم الأزمات في لبنان حتى بات انهيار الدولة قاب قوسين أو أدنى بحسب ما يؤكده كثيرون من المهتمين بالشأن اللبناني الليرة اللبنانية تواصل انهيارها المدوي مقابل الدولار حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها طوال أكثر من سبعين سنة مرت منذ استقلال لبنان انهيار بلغت تداعياته حد أن الصيدليات خلت أو تكاد تخلو من الأدوية وحليب الأطفال الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات الطبية في المستشفيات وبات يهدد أرواح الكثيرين من المرضى وليس بعيدا عن المرضى والمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية يواجه المواطنون أزمة وقود خانقة استصفوا السيارات في توابير طويلة أمام محطة الوقود لنيل ما يتيسر منه بعد طول عناء وبأسعار خيالية الأمر الذي عطل مصالح المواطنين الآنية وتسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة لارتفاع تكاليف نقل البضائع اللبنانيون من جانبهم يواصلون احتجاجاتهم على ما يجري بسبب فشل النخبة السياسية الحاكمة وسيطرة الفاسدين على مقدرات الدولة وتسخيرها لصالح أجندات إقليمية تخدم أهدافا حزبية وطائفية تمثلها ميليشيا حزب الله الموالية لإيران وحلفاؤها السياسيون الذين لم يورثوا الشعب إلا مزيدا من الفقر والبطالة والمعاناة وبحسب محللين فإن الأزمة في لبنان تتشابك مسبباتها ما بين عمليات تهريب منظمة للدولار والمواد الغذائية المدعومة إلى الخارج تنفيذا لأهداف إيران في دعم النظام السوري وبين فساد مالي طرعاه وتمارسه الطبقة السياسية الحاكمة وفشل حكومي يفاقمه سيطرة الميليشيا على المشهد اللبناني وارتهان الدولة اللبنانية لصالح المخططات الإيرانية ترجمة نانسي قنقر